اهلا بكم تدخل حزب الله في سوريا وتفاقم الصراع الطائفي في المنطقة موضوعا سأطرحه اليوم على ضيوفي في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث سأركز في هذه الحلقة على تداعيات الصراع على سوريا والمنطقة بعد تحوله من صراع سياسي إلى مذهبي صني شعي وسأناقش أيضا مع ضيوفي كيفية انهاء هذه الأزمة بعد تشعبها واختلاط الأوراق بين حزب الله والمجاهدين وأي مصير لمؤتمر جناب 2 في ظل كل هذه المعطيات إذن هذا هو موضوعي وهؤلاء هم ضيوفي الكرام دعوني أرحب بداية بضيفي في الاستوديو في برلين أرحب بالدكتور جونتا مولاك سفير ألمانيا السابق في دمشق وأيضا مدير معهد دراسات الشرق في برلين أهلا بك معنا دكتور ضيف عزيز وأيضا معنا في الاستوديو السيد فواز تلو الناشط والمعارض السوري المقيم حاليا في برلين سيد تلو يهلا أهلا بك وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من بيروت السيد حسن يعقوب النائب البرلماني السابق المحسوب على حزب الله اللبناني سيد يعقوب يا أهلا بك ضيف عزيز أهلا بك يا أهلا إذن العديد من رجال الدين المعروفين من السنة أو الشيعة أدلوا بتصريحات تكفر الآخر وتتنكر لدعوات التقارب بين المذاهب وفي الوقت الذي يتوجه فيه المئات من العناصر المتشددة الجهادية إلى سوريا للقتال ضد نظام بشار الأسد جاء تدخل حزب الله في معارك القصير لدعم قوات الأسد ليشكل علامة فارقة في الصراع والتي ستكون لها تداعيات قد لا تحمد عقبها التقرير للزميل ناجح رعبيدي حرب بأبعاد طائفية متزايدة بعد معارك ضارية تمكن الجيش النظامي السوري في أوائل هذا الشهر من الاستلاء على مدينة القصير الاستراتيجية قرب الحدود اللبنانية غير أن حسب معركة القصير لم يكن ليتحقق لو لا تدخل مقاتلي حزب الله في خطوة شكلت منعطفاً خطيراً في الصراع السوري وقد برر الأمين العام للحزب الشيعي حسن نصر الله التدخل في تدفق الآلاف ممن نوصفهم بالتكفيريين إلى سوريا ويثير تدخل المقاتلين لجانب خصوصاً عناصر حزب الله قلقاً أقليمياً ودولياً متزايداً من مخاطر تدويل النزاع السوري وامتداده إلى الدول المجاورة كما أدى ذلك إلى تفاقم الطابع الطائفي للصراع وسيادة الاحتقان المذهبي داخل سوريا وخارجها ففي ريف دير الزور شرق سوريا وردت أنباء عن ارتكاب مسلحي جبهة النصر المتشددة مجزرة بحق سكان قرية شيعية وتدمير مسجدهم كما أدلى رجال دين سنة في عدة دول عربية ومنهما داعية المعروف يوسف القرضاوي بتصريحات مثيرة للجدل تحذر مما يوصف بالمد الشيعي وتكفر الطائفة العلوية وتدعو المقاتلين للتوجه إلى سوريا من جهة أخرى دفع تدخل حزب الله لدارة الأمريكية إلى التخلي عن ترددها بتسليح المعارضة وتبني موقف مشابه للموقف الفرنسي البريطاني وفيما يتواصل الصراع الدامي في سوريا منذ أكثر من سنتين يشعر السوريون من جميع الطوائف والمذاهب بخوف أكبر من اكتساب الحرب الأهلية طابعا أكثر وحشية في ظل تراجع فرص التوصل إلى حل سياسي إذن بعد هذا التقرير أبدأ الحوار مع ضيفي من بيروت السيد يعقوب سيد يعقوب يعني صراحة بعد أن تدخل حزب الله اللبناني في المعركة في سوريا وخاصة في القصير وقعيا على الأرض الحزب فقد الكثير من شعبيته أقليميا وحتى داخليا أنا لا أتحدث هنا فقط عن الأحزاب السياسية من طوائف أخرى بل داخل الطائفة الشعية نفسها السؤال الذي يطرح الآن وبقوة لماذا يريد الحزب أن يتدخل في سوريا وأي خاطر بشعبيته الكبيرة والتي حضي بها منذ عام 2000 عندما حرر جنوب لبنان من الأراضي الإسرائيلية لماذا يريد المخاطرة وما الذي يريده تحديدا من ربط مصيره بمصير النظام السوري مع بشار الأسد طبعا بداية أولا بالنسبة للتعريف أنا مستقل صحيح أنه نحن من أسسنا المقاومة والدي والإمام الصدر ولكن أنا مستقل جوابا على ما تفضلتي فيما يتعلق بموضوع الأخذ الصراع بمنحة مذهبي وطائفي كما هو الآن هو قرار اتخذ من اليوم الثاني لعدوان تموز 2006 عندما حطمت إسرائيل الأسطورة التي لا تقهر عفوا المقاومة في لبنان إسرائيل الأسطورة التي لا تقهر وذهب شعاري أرض الميعاد وشعب الله المختار عندها كان لابد للقوى العظمى في العالم راعية إسرائيل أن تأخذ المنطقة باتجاه صراع مذهبي وتحديدا سني شيعي المتضرر الأكبر من هذه الفتنة الشيعية السنية هي المقاومة وهم الشيعة ولكن أعذر على المقاطعة أعذر على المقاطعة ولكن قبل أن نعود كثيرا إلى التاريخ إذا أردنا أن نتحدث الآن تحديدا يعني مشاركة حزب الله ألم تثير أيضا هذه المخاوف الطائفية حوصل بالحديث نعم تفضل أولا هذا الموضوع كان الحزب مرغما رغما عنه دخل في هذا الموضوع وأنا أريد أن أعود منذ سنتين وأربعة أشهر بداية الحراك في سوريا أصبح هناك تحرك وتدرج في المواقف تجاه هذه الثورة إذا صح التعبير منذ سنتين وأربعة أشهر حتى الآن في المرحلة الأولى عندما كان هو حراك وهو تحرك للناس بشكل سلمي لم يكن للحزب أي موقف فيما يتعلق بهذا الموضوع لا بل كان هناك موقف واضح بأنه يجب الإصلاح ودعى النظام أن يتحرك بالإصلاح والديمقراطية أكثر ولكن أيضا عندما تطور هذا الحراك وعسكرة المعارضة وظهر العمل العسكري على الأرض أيضا حزب الله لم يتحرك ودعى أن يكون هناك حوار سياسي ودعى أن يكون هناك هدوء وتوافق وعودة إلى المنطق أيضا لم يدخل الحزب في هذا الموضوع في المرحلة الثالثة عندما ظهر التكفيريون عندما ظهرت شعارات القاعدة وانجبهة النصرة وعندما تم الإعلان الواضح عن موقف هذا الحراك المتحالف مع إسرائيل والذي يريد اجتثاث المقاومة من لبنان وقالها بشكل واضح عبد الحليم خدام رئيس النائب الرئيس السوري السابق عندما قال سوف تأتي سوريا الجديدة لاختلاع حزب الله وحسن نصر الله من لبنان هذه المرحلة كان لابد من الدفاع نعم هذا أمر أساسي على مستوى استراتيجي ولكن هناك شيء تكتيكي حصل أن هناك حدود بين لبنان وسوريا وهذه الحدود فيها بلدات وقرى فيها لبنانيون شيعة هم لبنانيون ولكن ضمن الأراضي السورية تم الاعتداء عليهم أكثر من مرة وتم التعرض لهم بشكل قاسي جدا وقتل وإلى ما هنالك ولم يتدخل أحد لحمايتهم ربما النظام لا يستطيع أن يحميهم لأنهم انشغل في أكثر من مكان بالأراضي السورية والحكومة اللبنانية عاجزة عن حمايتهم إذن تدخل حزب الله تدخل حزب الله وأيضا تمت السيطرة على القصير لماذا يريد الأمين العام للحزب سيد حسن نصر الله أن يستمر في المعركة ويقول نحن ماضون وأيضا نحن ندعم النظام حتى النهاية ما خلص يعني سقطت القصير ودفع عن الشيعة نعم ولكن لم يعلن أنه سوف يدخل في معارك في شمال سوريا أو في شرق سوريا هو يقول على أن هذه المعارك المفروضة علينا وتحديدا على الحدود اللبنانية الشرقية والشمالية منها وأقول هنا ويجب أن يكون معلوما أن بدون مبالغة أكثر من 50% من السلاح والمسلحين الذين دخلوا إلى سوريا ربما دخلوا من لبنان ولم يحرك ساكنا حزب الله ولم يحرك ساكنا أي أحد من حلفاء حزب الله فيما يتعلق بهذا الموضوع سوى بالانتقاد الشفهي السياسي ولكن لم يفهم من كلام السيد نصر الله يوم الجمعة الماضي عذرا على المقاطعة ولكن لم يفهم من كلام السيد نصر الله بأنه سيتوقف عند معركة الأقصير فهم وكان واضحا مقاله بأن الحزب مستمر وهو ماضن وهو مسألة حماية ظهر المقاومة والمعركة في سوريا هي معركة مصرية من هنا كان سؤالي في البداية وأرجو أن تجاوبني مباشرة لماذا يريد أن يخاطر بكل هذه الشعبية الإقليمية والداخلية وأن يربط مصيره بمصير النظام بالشر الأسد وهي حرب أهلية داخلية في سوريا يعني لماذا يريد أن يجلب تدعيتها على لبنان على سبيل المثال أيضا ولو باختصار لو سمحت يعني أولا توصيف الحرب الأهلية في سوريا غير صحيح يعني هذا توصيف غير صحيح هناك حرب عالمية ودولية على سوريا ولا يوجد أي بلد في العالم غير موجود في موقع إما مع النظام أو ضد النظام العالم كله مقصوم الآن وهو يقاتل في سوريا بشكل مباشر أو غير مباشر ما تحدث عنه أمين عام حزب الله هو عن الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا وهذه الحدود تؤثر على لبنان بشكل مباشر وتريد الانقضاض على المقاومة بشكل واضح وأكثر من ذلك هناك تحالف صحيح تحالف استراتيجي بين الحزب والنظام في سوريا لأنه ضمن منظومة المقاومة والممانعة الممتدة من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان ومعلوم أن أصل المعركة على سوريا هو اللي قطع هذا المحور وإسقاط هذا النظام وتحويل الموقع السوري من موقع مقاومة وممانعة إلى موقع يعني إذن هي معركة مصرية لحزب الله سوف أدخل في التفاصيل لاحقا سيد يعقوب ولكن تعني أخذ برأيي السيد تيلو ضيفي في الاستوديو ما تعليقك على مقاله السيد يعقوب ضيفي من بيروت وأيضا يعني بالفعل الثورة السورية انطلقت انطلاقة سلمية وكانت يعني ضد النظام السوري ويعني الأسلوب القمع الذي كان يعتمده وأيضا يعني دفاعا عن أطفال ذرع اليوم نرى مقاتلين من حزب الله في اللقصير بغض النظر إذا كان الحزب سينتقل إلى حلب أو إلى دمشق يعني كما يتم التحليل الآن أو أم لا سوف نتحدث في هذا الموضوع وأيضا في الشق الآخر هناك الجهاديون تنظيم القاعدة من هنا سؤالي أين أصوات المعارضة الحقيقية أين الثور من كل ذلك تحول الصراع الآن إلى ماذا سيدتي يعني الكلام عن موضوع القاعدة وتكفيريين وإلى آخر هذا كلام مبالغ فيه جدا وأنا أريد أن يأتوا لي بشخص واحد من القصير بعد هذه المعركة الغير شريفة التي حذرت هناك له علاقة بتنظيمات تكفيرية أو الجهادية كل من يقاتل في القصير كانوا من أهل المنطقة جبهة النصرة موجودة سيد جبهة النصرة يا سيدتي نتكلى عن بضع عشرات من أفراد سوريين يقاتلون تحت لواء جبهة النصرة في القصير ولكنهم ليسوا أجانب وليسوا جهادين آتين من الخارج هناك فرق كبير بين بضعة آلاف من ألفين أو ثلاثة آلاف جهادي أتوا إلى سوريا بقرار إفرادي تمام مقابل سياسة وقرار دولة هي إيران أتت ووضعت كل ثقلة في سوريا عبر عشرات الآلاف من المقاتلين الآن يقاتلون سواء من حزب الله أو من العراق أو حتى من الإيرانيين الخبراء الإيرانيين موجودين منذ اليوم الأول للثورة ولكن جبهة النصرة أيضا مدعومة من الخارج يعني من أين لها كل هذا السلاح ومن أين لها كل هذه المعدات يعني هذا الفانتازيا طبعا أنه جبهة النصرة المنتمية للقاعدة تدعمها الولايات الافتحدة الأمريكية أو بعض الدول الأقليمية لكي تحارب سعودية هل هناك يعني ساذج يصدق أن المركة عربية السعودية مثلا أو تركية تدعم القاعدة هذه فانتازيا بالسياسة يعني لا تستحق أطنع النقاش في نقطة أختي الكريمة يعني لابد أن نحطها بالله استشهد بموضوع خدام ومقال خدام وما كان أن السيد عبد الحليم خدام له مكان بالثورة أو له وزن أو لا أو يستمع الأحد لمن قاله وأنا شخصيا لم أستمع لما قاله السيد عبد الحليم خدام ولا من بعدين أريد أن أقول لك سيدتي باختصار موضوع المقاومة الممانعة ندرك أن نظام المالكي في العراق ليس نظام ممانع ولا مقاوم لا من قريب ولا من بعيد نظام المالكي في العراق هو نظام جاءت به ولا زالت تحميل الولايات المتحدة الأمريكية اسمحيلي اسمحيلي فكذبة الممانعة والمقاومة وإلى آخره يعني النظام لم يطلق رصاصة منذ نصف قرن على إسرائيل هذه يعني ما بفوت بمقاعدة يعني إذن سيدتي الموضوع بالنسبة لحزب الله حصرا حزب الله ليس ساحب قرار في أمره حزب الله هو عبارة عن حزب أنشأته إيران أداة إيرانية يخدم مصالح إيرانية مية بالمية إن قالت له حارب إسرائيل سيقاتل إسرائيل إن قالت له قاتل مع بشار أسد سيقاتل مع بشار أسد فقط الحق للسيد يا عقوب إذن ما يجري حاليا أن إيران تضع قل فقلة خلف بشار أسد عبر حزب الله وعبر أدوات أخرى كمان حتى موطوعين الرئيس سنوية سوريا قريبا يعني أو وصلوا ولكن فقط لكي أنتقل إلى عدة نقاط أنت ذكرتها وأريد أن أفصلها بالتحديد مع الدكتور المراك سوف أعطيك الحق سيد يا عقوب سيد تلو سؤالي لك الآن سنعطي الحق للسيد يا عقوب لأراد وهو لا يقاطع السؤال الآن قبل أن أنتقل للدكتور ملاك هل المشكلة الآن هي فقط حزب الله أم المشكلة أيضا الصراع الطائفي أيضا بدأ مع هؤلاء الجهاديين الذي تقول بأنهم عدة ألاف فقط وأيضا لا يصوروا الأكثرية في المعارضة السورية ولكن المعلومات على الأرض والتقارير على الأرض أيضا تقول عكس ذلك السؤال هو إلى أين يتجه الصراع؟ صراع طائفي عوضا عن صراع سياسي؟ هل خرجت الثورة عن مفهومها باختصار شديد؟ لكي نغطي كل النقاط أختي الكريمي كل هذا الإهمال الدولي وكل هذه المؤامرة الدولية ليس ضد النظام السوري ولكن ضد الشعب السوري لأن ندرك أن ما يسمى حلفاء الشعب السوري مثل البلات الأمريكية وأوروبا لا تفعل شيئا بالنسبة للسوريين حتى لا تسلحهم الكلام أن السلاح يزخ علينا مثل المطر هذا كلام غير صحيح أبدا بالهيط إذن سيدتي نعم نحن سنتجه نتيجة هذا التوريط الذي أرادته إيران عن قصد وأن نريد عن قصد أن تدخل منطقة في هذا الصراع الطائفي كورقة أخيرة في يدها نحن سنصل له في سوريا نعم أنا أخشى أن سنصل له لم نصل له النظام يخوض اسمحي الكلمة أخيرة يقمع الثورة منذ اليوم الأول على أساس طائفي يستخدم ورقة طائفية بكل اتجاهات وبأفضع الأساليب ولكن الثورة وتحقق هذا الأمر الآن لم تخذغل وحتى اللحظة ما يجري في سوريا ليس اضطهادا طائفيا الكلام عن قتل وتقتيل للبنانيين في مناطق القصيرة هذا الكلام غير صحيح سيدتي الكريمة هناك عدة معلومات متضاربة وأيضا لا يوجد معلومات أو مصدر على الأقل لنستطيع أن نستند إليه ولكن نحن نتابع ما يقوله المحللون والسياسيون أيضا والزعماء الذين ينتمون لهذه الفئة أو تلك دكتور مولاك يعني ما تدعيات ذلك فعليا على سوريا وعلى لبنان ما يجري حاليا في هذه الأزمة تدخل حزب الله وأيضا الدعوة للجهاد في سوريا إلى أين سيؤدي ذلك بسوريا والمنطقة سوف يؤدي ذلك إلى إفشال أو الصعوبة لأي حل سياسي أو ديبلوماسي أن تدخل حزب من الخارج حزب الله وأن تدخلت إيران منذ زمن في الصراع عن طريق دعم نظام الأسد في سوريا كل ذلك يعني أن هناك صعوبات كثيرة ولكن الروس منذ البداية مع مئات وألاف الخبراء المتوجدين في سوريا الإيرانيون الذين لا يرسلون فقط الأموال إنما الخبراء أيضا من أجل دعم القوات السورية ضد الثورة والآن من حزب الله كل ذلك يجعل الأمور صعبة للغاية الغرب متحفظ وهذا خطأ هذا كان خطأا من البداية دائما كان الغرب يدين ويدين النظام ولكن لم يفعل شيء بشكل ملموس من أجل دعم المقاتلين بالطبع نعم هناك حوار مع المعارضة والتي هي غير متفقة بين بعضها للأسف ونحن نحاول أن نجد حلا سلميا ولكن كلما انزلق السراء أكثر إلى الطائفية كلما تصبح الحلول أصعب ولكن النظام الشيطاني للأسد يريد ذلك والأسد قال ذلك أيضا لصحيفة فرانكفورتا الجمالي سايتون فقال أنا لا أهددكم إنما هم يهددوننا القاعدة والإسلاميون وإذا سيطروا على سوريا سينزحون إلى أو يغزون أوروبا كل ذلك من أجل أن لا ندعم الثورة أو التوار ولكن وإذا سمع أحد في ألمانيا كلمة القاعدة أو النصرة فيتخيلون أشياء مريعة كما قال السيد تلو سبعة ألاف ثمانية ألاف من المقاتلين من هؤلاء نعم موجودين كان ذلك أيضا في الحرب الإسبانية يعني شيء طبيعي أن يأتي الناس من كل صوب ولكن أن يدعو القرضاوي إلى الجهاد هذا أيضا مشكلة كبيرة ويصب الزيت في النار ولكن عموما هذه انتفاضة شعب ضد نظام قمعي إلى الآن أن تحول ذلك إلى حد ما أيضا إلى صراع بين الشيعة والسنة هذا شيء مؤسف للغاية لأن سوريا كانت مثال على التعايش بين المجموعات المختلفة ونتمنى أن يكون ذلك ممكن في المستقبل أيضا يعني ذكرت بأن الصراع بدأ يأخذ منحا خطيرا وذكرت أيضا مقاله الرئيس السوري بشار الأسد للصحيفة الألمانية وحذر الأوروبيين من تسليح المعارضة هل نفهم من ذلك بأن مقاله الرئيس بشار الأسد يعني كلامه غير صحيح بأن هناك خطورة فعليا بتسليح بعض الجماعات وأيضا وقوع هذه الأسلحة بيات جماعات إرهابية ومن هنا سؤالي يعني واشنطن لطالما ترددت بتسليح المعارضة السورية لهذا السبب منعا لوقوعها في أيدي جماعات متطرفة ما الذي تغير الآن على أرض الواقع هل من ضمانات من أعطى هذه الضمانات ومن موقف ألمانيا الروس لا يزالون يوردون أحدث الأسلحة إلى سوريا بما في ذلك الصواريخ وما إلى ذلك ألمانيا لا تريد أن تعطي السلاح وهذا الموقف الألماني وشدد على ذلك وزير الخارجية والمستشارة نحن لا نورد الأسلحة إنما نقدم الدعم العسكري والسياسي أيضا في إطار مجموعة أصدقاء الشعب السوري إذا كان هناك الدول أخرى لديها رؤية أخرى خلافا بالنظر الألمانية بأسباب تاريخية فهذا شيء آخر ولكن أنا شخصيا أقول نحن انتظرنا طويلا أكثر من اللازم وبقينا متخوفين من الأسلمة ولذلك امتنعنا عن منح الدعم ولكن معظم المقادلين ليسوا من جبهة النصرة أو القاعدة إنما معظمهم هم سوريون وسوريات عاديين ولديهم دعم الآن أكثر من قطر والسعودية وغيرهم كيف يمكن منع وصول هذه الأسلحة بيد جماعات متطرفة يعني هذا القلق ورد الأوروبيين وأيضا هذا القلق كان موجود لدى الأمريكيين من هنا السؤال كيف يعني ما الذي تغير على الأرض هناك المجلس العسكري على جانب المعارضة السورية يجب التحدث معهم وبالتأكيد يجب التأكد من أن الجيش السوري الحر فقط يحصل على هذه الأسلحة الدفاعية ضد الطائرات والهليكوبترات والدبابات وليست أسلحة أخرى وأنا أظن أن ذلك ممكن أما الآخرون لديهم أسلحة أيضا وربما سيحصلون على الأسلحة من جهات أخرى ولكن أنا أظن بأن النظام يشدد على ذلك ويريد ذلك من أجل أن يكون هناك صراع طائفي الأسد أيضا أفرج عن جميع المتشددين في البداية من أجل أن يشاركوا في هذا القتال من أجل أن يكون هناك متطرفين على جانب الثورة والمقاومة من أجل أن يشير بالأصبع إليهم ويقول أنا صديقكم سيد يعقوب استمعت إلى مقاله ضيفي وأضلا استمعت إلى مقاله السيد تلو الآن الحديث أخذنا إلى تسليح المعارضة السورية وقرار واشنطن الأخير بدعم هذه المعارضة وهناك أيضا حديث عن إمكانية فرط حضر جوي جزئي السؤال هو ألا يخشى حزب الله من وجهة نظرك يعني أن يتورد في المستنقع السوري أكثر وأيضا يعني أن تكون تدعياته خطيرة على لبنان واللبنانيين ألي أخذ ذلك بعين الاعتبار فماذا هو فاعل الآن بعد هذه الخطوة التي اتخذتها واشنطن من وجهة نظرك أيضا أولا الحديث عن أن هناك لا يوجد تدخل غربي أوروبي أو أمريكي أو عربي خليجي أو من الأتراك أو من إسرائيل في هذه الحرب في سوريا هو كلام سازج لأن كل البلدان التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعددها مئة وثلاثة وثلاثون هي تقاتل الآن في سوريا بأمنها وبعسكرها وبإعلامها وبسياستها وبحصارها الاقتصادي وبكل ما أتيت من قوة الثلاثة واربعين من تونس الذين سلموا قبل أمس إلى تونس الذين كانوا يقاتلون في القصير في القصير هو رد على الأخ فواز بالأمس خرج ليبي خرج ليبي اسمح لي خرج ليبي بالقصير طبي قصص بالأمس خرج شوف لوائح الأسماء أصبحت موجودة خرج ليبي من نفق من نفق في القصير يريدوا بعض الوقود من أجل أن 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 في النفق وهو كان مخدرا ولا يدرك أن القصير قد أصبحت محررة وبيد الجيش السوري طيب عملية الفانتازيا فيما يتعلق بجبهة النصرة لا أعتقد أن أكل الأكباد والقلوب وقطع الرؤوس وشويها كما حصل وموجود في عشرات بل مئات الحالات في سوريا هو فانتازيا وهو لا يزوى التكفيريين ولا يوجد جبهة نصرة يعني أنا لا أريد أن يعني هنا نريد أن يكون هناك الحد الأدنى من احترام عقول الناس المعركة في سوريا تحولت إلى معركة تكفيرية أصولية والدليل على ذلك هو ما جرى في قمة الثمانية بالأمس الكبار الذين اتفقوا على بند أنه يجب مواجهة هذه المسائل التكفيرية ولكن أيضا تحولت المعركة إلى معركة شيعية أيضا سنية عندما قال السيد حسن نصر الله منذ البداية قبل أن يغير من لهجة خطابه بأنه دفاع عن مراقد الشيعة وحتى لا تغضب السيدة زينب مرتين الآن أريد أن أقول لك أن من يريد أن يصنع لأن المتضرر الأول بهذه الفتنة المتضرر الأول تسمحي تسمحي لي الذي تضرر بشكل مباشر فيما يتعلق بهذا الموضوع هي المقاومة وهم الشيعة لأنهم أقلية ولا يريدون أن يتعاركوا مع الأكثرية السنية في المنطقة لا بلغ عكس ذلك في تموز الـ 2060 استطاعت المقاومة الشيعية أن يتم استنهاض الوجدان العربي السني معها بشكل كامل وهذا ما أغاضى وثمانية وجه السيد نصر الله سلاح المقاومة في وجه بيروت والسنة أيضا وهنا ثارت ثائرة السنة غير صحيح في سبع أيار إذا كنت تشيرين على هذا الموضوع في سبع أيار خرج حزب الله لأجل أن يدافع عن سلاحه الذي تم تهديده بقرار نزع الاتصالات أنا ذاك مجلس الزراء الشيء ولكن اسمحي لي لكي أكسب المزيد لا بالعكس أنا علي أحاور الجميع تفضل كم من الفكرة فقط لأكسب الوقت الفكرة الفكرة هو أن الأساس كان يراد استدراج حزب الله إلى المعركة في سوريا الأمريكيون والإسرائيليون يريدون استدراج حزب الله إلى المعركة في سوريا كما أرادوا أن يشتتوا قواء الجيش السوري الذي تحدث عموس يادلين رئيس الاستخبارات الإسرائيل السابق الذي قال أنه اليوم يتحطم أكبر جيش ضد إسرائيل دون أن تطلق إسرائيل رصاصة كانوا يريدون أن يستدرجوا الحزب الله والمقاومة إلى الداخل السوري ليدخلوا في هذا المستنقع ويريدون أن يشجعوا على ذلك وأمنوا كل ذلك ولكن اليوم هذا الصراخ الذي يخرج من كل العالم ضد تدخل حزب الله هو لأنهم تفاجأوا بالنتيجة عندما تدخل حزب الله في معركة القصير وحسم هذه المعركة وغير الواقع استراتيجي لهذه الحرب لأنهم تفاجأوا في سيناريو هذه المعركة وفي قوة حزب الله وعملية تكسبه تكسبه قدرات قتالية هجومية على أرض غريبة بعكس التكتيكات القديمة التي كانت لديه بحرب دفاعية على أرضه في لبنان هذا ما أغاز الغرب وهذا ما حرك حفظة ما تدعيات ذلك على لبنان سيد يعقوب هناك مخاوف كثيرة عندما تتحدث إلى اللبنانيين ولكن هناك فتنة أيضا شعية سنية يعني هي موجودة أصلا ولكن كيف لا سجلي سجلي كلامي لا يمكن لأحد أن ينتج فتنة في لبنان شعية سنية وأنا مسؤول عن كلامي هناك محاولات فيما يتعلق بهذا الموضوع قطع طرق شتائم إلى آخرين مثل ما جرى في صيدة بالأمس وغيرها وفي عرسال إلى ما هناك ولكن لا يمكن لأحد أن يشعل فتنة في لبنان ما يحمي في لبنان حقيقة هو هذا التدخل الذي يجري وحماية لبنان وحدوده من شماله وشرقه هو ما يحمي لبنان وهو ما يمنع التكفريين الأصوليين السلافيين من الدخول إلى لبنان وتغلغلهم ضمن النسيج اللبناني وكل العالم يدرك بأن لبنان اليوم فيه أكثر من مليون نازح سوري وعدد سكان لبنان لا يتجاوز الأربع مليون يعني أكثر من ربع الشعب اللبناني الآن فيه نازحين سوريين أكبر من أي بلد في العالم ألمانيا أسأل السفير في ألمانيا عدد الشعب العلماني الآن هل يمكن أن يتحمل نازحين ربع العدد هذا الواقع هو الذي يهدد ببنان وهذا الذي يجب أن يتداعى كل العالم من أجل معالجاتهم شكرا للتوضيح سيد يعقوب سيد تلو يعني بعد معركة القصير تغيرت الموازين على الأرض ميزان القوى تغير على الأرض الآن دعم الولايات المتحدة للمعارضة السورية وحديث بعد الدول الأوروبية بدعم المعارضة السورية هل تعتقد بأنه سيعيد هذا التوازن قبل مؤتمر جناف إذن عقد مؤتمر جناف أثنان أصلا سيدتي نضع معركة القصير يعني في سياقه الطبيعي حوالي خمسة آلاف مقاتل من حزب الله حوالي خمسة آلاف مقاتل من الحرس الجمهوري المدربين حوالي بين ألفين وثلاثة آلاف متطوع طائفي في ميليشيات النظام تقاتل حوالي الألفين مقاتل لحملهم فقط أسلحة خفيفة بإمكانيات محدودة جدا بالهيب ومكبلين بأكثر من عشفة آلاف مدني يعني موضوعين كرهائن رفض النظام ورفض حزب الله سماع لهم بمغادرة أرض المعركة بالهيب ومع ذلك استطاعت هذه القوة البسيطة الصمود لبدعة أسابيع في وجه هذه القوة النارية العاتية التي كانت موجودة سبحاني شوي فقط أريد أن أكسب المزيد من الوقت أريد فقط لحظة لحظة يعقوب سيد سيد طلو فقط لكي أكسب المزيد من الوقت ذهب مني سيد يعقوب لا لا يا أخي الكريم حكيت أنت مشكلتكم بتنقلونا من الحكة السياسي بتحليل الواقع المنطقي للبروبوغاندا حضرتك سيد تلو لا أريد إجابة الوقت بدأ يدهمني سيد تلو أريد إجابة واضحة وصريحة سيد يعقوب اسمح لي سيد تلو السؤال هو واضح بعد تسليح المعارضة هل ستتغير موازين القوى على الأرض من تسليح المعارضة من قبل الولايات المتحدة أم أن ما قالته واشنطن بإرسال أسلحة خفيفة لا يؤثر ولننسى أيضا أن هناك أيضا تدريب لثوار السوريين على الحدود الأردن وهذا معالتنا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هل ستتغير موازين القوى باختصار لو سمعت أختي الكريمة التسليح سيأتينا من السعودية وقطر وتركيا جاءنا منذ سنة وحتى الآن ولكن بكميات بسيطة وبعيدة الأسلحة النوعية ولكن الآن بعد هذا التدخل الإيراني وليس حظب الله حظب الله يوارى عن لاعب صغير باللعبة بهذا الشكل أعتقد أن السعودية الآن قد أخذت قرارها بالتدخل بشكل قوي خلافا للرغبة الأمريكية سيدتي الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تسلح المعارضة السورية هذا القرار أمريكي لازال ساري نفهول حتى اللحظة بعد الأعلان بأنها ستسلح المعارضة تراجعوا عن مناطق الحضر الجوي تراجعوا عن قولهم أنهم سيعطون مضادات طائرات بدأ الكلام فقط عن أسلحة خفيفة وليس في هذه المرحلة نحن نتكلم يا سيدتي ولكن نعم نعم السعودية الآن تدافع عن وجودها في وجه توسع أمريكي حقيقي إذن سيدتي نعم الموازين ستتغير ستتغير خلال الأسابيع القادمة وليس الأشهر القادمة ولكن بدعم من الدول العربية الشقيقة بشكل واضح أنا جدا السعودية تركية قطر ليبيا ممصير جناب إثنان دكتور ملاك في ظل هذه التطورات ومن أسمعه من ضيفي من بيروت وأيضا من السيد تلو لماذا يتم الحديث إذن عن مؤتمر جناب إثنان والأوراق جدا يعني اختلطت الأوراق وتشعبت الأمور وأيضا يعني الأمور غير واضحة على الأرض على أي أساس يبني الغربيون إذن ويضعوا أمالهم على هذا المؤتمر كانت هناك محاولات قبل المؤتمر إلى أي مدى هناك استعداد من قبل المعارضة والنظام للمشاركة هل يمكن التوصل إلى النجاح ولكن إذا تغيرت موزين القوة فيصبح ذلك أصعب إذا كانت المعارضة الآن في مأزق أو في وضع صعب للغاية فمن الصعب أن تأتي إلى جنيف من أجل أن تخضع للنظام أو للمجتمع الدولي وهذا يعني أيضا جزء من التأثير الروسي لكي تتجه روسيا نحو حل سياسي أن يكون أسد في الخلفية وليس في المقدمة على الأقل في هذا المؤتمر توريد الأسلحة وما إلى ذلك هذا أيضا محاولات دبلوماسية ودعاية لغضية ولكن حتى بدون أن تشارك إيران في هذا المؤتمر يؤدي إلى نتائج قصيرة مدى فقط إنما يجب مشاركة جميع الدول المجاورة وإذا كان الأسد جادا وإذا كان يريد السلام فعليه أن ينسحب أيضا وليس أن يكون في المقدمة دائما سيد تلو إذا كانت المعارضة ستشارك أم لا لأن حتى الآن لا نعلم موقف المعارضة من ذلك سؤالي لك أيضا سيد ملاك أليس من المستغرب أن تعلن الولايات المتحدة عن تسليح المعارضة قبل انعقاد مؤتمر جناف إثنان وبالتالي بعض المراقبين ذهبوا بالقول بأن نتائج مؤتمر إثنان لا يعتمد على الاتفاق الروسي الأمريكي بل يعتمد على واقع ما يجري على الأرض وكيف ستتغير المعطيات على الأرض أريد تعليق سريع من حضرتك قبل أن أنتقل إلى ضيفي بالطبع بعد معركة القصير أو النجاح التكتيكي ليس الانتصار للنظام اختلفت الصورة الأسد ومن يدعمونه يرون أنهم في الطريق إلى الانتصار وبالتالي ليسوا مستعدين للمجيء إلى طاولة المفاوضات ولذلك الأمريكان زادوا من الضغط من قبلهم من أجل أن يقنع الروس أن يخففوا من موقفهم المتعند ولكن الروس غير مستعدين أيضا الروس عندهم في طرطوس موقع عسكري الوحيد في المنطقة ويعطي المال والأسلحة إذا كان الجميع يدعمون النظام لماذا ليس هناك دعم للمعارضة؟ قبل أن أنتقل لسيد يعقوب ضيفي من بيروت سيد تلو هل ستشارك المعارضة في مؤتمر جناف عندما يتم تحديد الموعد له لأن حتى الآن ليس هناك موعد محدد نعم أم لا؟ ما الذي يجري؟ أنا أعتقد أنه إذا حدد موعد لجنيف ستشارك المعارضة وشيء سيشارك النظام النظام سيشارك وينظر لجنيف كمناورة سياسية تكتيكية وأعتقد أنه على المعارضة أيضا أن تنظر إلى جنيف بهذا الشكل كمناورة سياسية تكتيكية ليس هناك من مقاومات للحل في جنيف جنيف عبارة عن مصفة كان يمكن أن تمر قبل عام ونصف من الآن الآن باتت وراءنا في الحقيقة لذلك النظام ينظر لها كمناورة نحن يجب أن ننظر لها أنا شخصيا أنظر لها كمناورة سياسية لا أكثر ولا أقل حتى لو ذهبنا إلى جنيف فهي عبارة عن جولة من جولة واحدة ربما لن تتكرر طبيعة الحسم هو الحسم العسكري هذا ما اختاره النظام منذ اليوم الأول للثورة ولذلك ليس هناك من خيار إلا القتال على الأرض حتى تحقيق المزيد من المكاسب أو فرض واقع جديد بالآخر سيدتي باختصار لا يمكن أن تتوقف ما يجري في سوريا قبل إزاحة النظام السوري من السلطة وعندما أقصد بالنظام أقصد بشار أسد وعلى الأقل سيطرت الأجهزة الأمنية والجيش بشكل طائفي حاليا عن سوريا عدا ذلك المعركة مستمرة وستأخذ أبعاد كبيرة أخذت أبعاد كبيرة من الآن أبعاد أسلمية إلى هذه الحرب وأنا سأكون حزينا بهذه النتيجة مع الأسف المنطقة كلها الآن على كفع فريت كما قال العديد من السياسيين سيد يعقوب في الحديث عن مؤتمر جونيف 2 والحديث أيضا عن تورط حزب الله في هذه المعركة في سوريا والسيد حسن نصر الأمين العام قال بأنه يدافع عن ظهر المقاومة وهي معركة مصرية أريد أن أشدد علىها النقطة لكي أسألك ما الخطوة المقبلة لحزب الله هل سيبقى في داخل الأزمة السورية أم سينسحب وسيستجيب للنداءات داخل لبنان التي تقول له تم السيطرة على القصير حان العودة الآن إلى بيروت والبقاءة مقاومة على الحدود مع إسرائيل وحماية لبنان من أي فتنة طائفية أولا بالنسبة لموضوع القتال أو الحوار معروف من اليوم الأول أن النظام وكل حلفاءه يدعون إلى الحوار والجانب الآخر مدعوما من الغرب وإسرائيل يمتنع عن الحوار حتى هذه اللحظة وبالتالي يريد القتال ويطلبون منه أن يقاتل أكثر ويحسن موازين القوى حتى يستطيعوا أن يتاجروا على ظهره على ظهره في المحافل العالمية والدولية فيما يتعلق بعدم تدخل حزب الله في سوريا يتوقف تدخل حزب الله في سوريا عندما ينسحب أوباما وعندما تنسحب ميركل وعندما ينسحب هولند وعندما ينسحب الإسرائيلي وعندما ينسحب السعودي والأتراك والقطري لا يمكن أن تتحدث ويتحدث العالم عن تدخل حزب الله في الوقت الذي تدخل كل العالم في سوريا ويريدون أسقاط نظام وطبيل النظام ولكن في النهاية حزب ليس بدولة يعني هو تخطى حتى قرار رئيس الجمهورية سيد يعقوب ما من هنا السؤال الذي يطرح لدى الكثير من اللبنانيين أول شيء نحن في لبنان السلطة ليست بيد رئيس الجمهورية بيد من؟ يعني هذا قرار رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء مجتمعا هذا هو اتفاق الطائف وهذا هو واقع الميثاق هل وافق مجلس النواب على قطوة حزب الله؟ لا يعني لا يجب عنه نظام رئاسي المجلس الوزراء مجتمعا هو الذي يتحدث عن الجيش والشعب والمقاومة في أصل البيان الوزاري للحكومة لا تدخلي في هذا النقاش لأنه متشعب جدا اليوم حزب الله وغير حزب الله والعالم كله يدخل في معركة مصرية الأمريكيون يدركون تماما أن خسارتهم في سوريا هي خسارة كبرى على المستوى العالمي والألمان يعرفون ذلك والفرنسيون يعرفون ذلك والإسرائيلون يعرفون ذلك ولكن ما أريد القول به الآن أن الواقع الجديد للنظام الإقليمي والدولي الجديد بعد وجود منظومة البريكس والغرب سوف ينتج اقتراب أوروبي أكبر بين البريكس يجب أن يكون هناك عمل باتجاه حوار ولكن غير الصحيح ما يقول الزميل من بيروت المستشار الألماني وألمانيا لا تريد أن تقدم السلاح إنما أمريكا وفرنسا وبريطانيا عندهم موقف آخر ولكن فلا نقول بأن جميع يريدون ذلك ولكن يجب أن نزيد من الضغط أيضا من الجانب الآخر دقيقة واحدة سيد تلو لم يبقى لديه من الوقت ما الحل مؤتمر جناف الاستمرار في الصراع سيدتي باختصار على العالم أن يأخذ قرار واضع جدا بالإطاحة ببشار أسد ونظامه والخلاص من مضع الشخصيات بأي طريقة لأن هؤلاء في النهاية سيدمرون المنطقة سيد يعكوب بكلمة واحدة ما الحل بقيت لديه دقيقة بالفعل دقيقة تفضل لا يمكن أن يتم هذا العمل الممنهج من تدمير سوريا يجب الوصول إلى الحوار وإلى النقاش وإلى التفاوض السوري السوري بعيدا عن تدخلات خارجية وكل هؤلاء الذين يجلسون في الفنادق ويمولون أمريكيا وخالجيا لا يمسلون الشعب السوري الذي يمسل الشعب السوري هو الموجود على الأرض السورية والذي يجب أن يجلس مع بعضه ويتحاور ويصل إلى اتفاق ينتج من خلاله سلطة ديمقراطية جديدة إذن لا يجب أن يتدخل حزب الله ولا يجب أن تدخل الدول الأخرى لكي يجلس السوريون على طاولة الحوار وهذا غير ممكن دكتور مولاك هل هذا ممكن مقاله باختصار هل مقاله ممكن أنا لا أظن أن ذلك ممكن هناك تدخل دولي طالما الروس والإيرانيون وحزب الله يتدخلون لا يمكن القول بأن النظام يستطيع أن يتحدث عن نفسه وأنا أفهم أيضا بأن هذا الشعب الذي عانى لعقود بالتأكيد يريد الحرية بدون الأسد دكتور جونسا مولاك شكرا لك على وجودك معنا وأيضا ضيفي في الستوديو السيد فواسطلو شكرا لك على الحضور ضيفي من بيروت السيد حسن يعقوب شكرا لك على هذه المداخلة وعلى وجودك معنا في البرنامج أشكر المترجم جونسا أورت فريق العمر ريم تزيني أحمد فاروق ناجح عبيدي أروى العبيدي كانت معكم ديمة ترحيني ألف تحية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة